نعم هذا بالفعل لأن الصواريخ عندما انطلقت من شرق طاع غزة مباشرة المدفعية الإسرائيلية وأيضا الطيران الإسرائيلي حلق بكثافة والمدفعية قصفت مباشرة تجاه الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ لذلك هذا القصف الأخير ربما يكون كما ذكرت زميلة نيفين استهدف خلية للشبان المقاومين من الفصائل المختلفة وربما أيضا هناك عدد من الشهداء كما ذكرت نيفين نظرا لحجم القصف بالمدفعية قرابة عشرة قذائف مدفعية انطلقت بشكل سريع جدا إضافة إلى الطيران الذي لا يفارق السماء على الإطلاق الطيران حربي إسرائيلي يجول بصورة سريعة جدا كل الأرجاء المتاخمة وأيضا في سماء قطاع غزة هو يعني يقوم بعمليات استطلاع لكن اعتماد إسرائيل في هذه الآونة وفي هذه اللحظات على المعلومات الاستخباراتية بشكل واسع وبشكل كبير هو ربما الأدق في وصف ما يحصل من خلال استخدام القذائف المدفعية وحتى أيضا استخدام ما تستخدمه إسرائيل من قصف بالطيران أستطيع القول بأن أيضا أن الجيش الإسرائيلي حتى الآن كان يتحدث عن 1200 قذيفة وصاروخ أطلقت من قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع حتى الآن الجيش يقول في تغريدة له الآن بأن القواته استطاعت تصفية عدد من الفلسطينيين الذين يتبعون لحركة حماس وكانوا قد أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل هذا الخبر الذي يردنا الآن من القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية حيث تؤكد هذه القناة بأن ما حصل من قصف هو استهدف مجموعة وتم تصفية المجموعة الفلسطينية التي كانت تهم بإطلاق الصواريخ والصواريخ أيضا إضافة إلى ما أطلق ولكن بين اللحظة والأخرى نستمع إلى صوت انفجارات هائل يتم على الحدود حدود قطاع غزة وقد ننتظر أيضا مزيد من التصعيد خلال الدقائق القادمة طيب 1200 صاروخ وقذيفة أطلقت من القطاع وفقا للجيش الإسرائيلية والتصرحات الإسرائيلية أحدث الأنباء فيما يتعلق بمجمل ما تم إطلاقه إسرائيليا باتجاه القطاع يعني المعلومات الأخيرة كانت تفيد ب500 صاروخ هل من جديد؟ يعني لربما أيضا فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي هناك عشرات الغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وإضافة إلى ربما عشرات المواقع التي تم قصفها بالمدفعية الإسرائيلية نحن نتحدث عن عملية استخباراتية هائلة تقوم على الأرض وتجري على الأرض تحاول فيها إسرائيل كسب هذه المعركة بتصفية مزيد من الفصائل الفلسطينية أو عناصر الفصائل الفلسطينية بصورة أوسع حتى تحقق إنجاز رغم أن الشارع في إسرائيل ينتقد هذه الحكومة ويقول بأن حكومة فشلت ذريعا في وقف الصواريخ إلا أنها تحاول حتى هذه اللحظة الأمور فعليا هي في صالح لربما ليست في صالح أحد على وجه التحديد لأن ما يحدث هو عبارة عن عملية حرب تدميرية بقوة هائلة نحن نتحدث عن دولة قوية ومن أقوى الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث العتاد ومن حيث الطيران الحربي وسلاح الجو الإسرائيلي يهاجم قطاع أعزل لا يملك إلا صواريخ بسيطة فعليا وبذلك تكون هذه الحرب غير متكافئة إنجاز التعبير على حد وصف كثير من المراقبين في هذه الأثناء تتوجه هذه المجنزرة باتجاه نقل لربما عدد من القذائف ربما تحريكها إلى مكان آخر نظرا لأن القصف قبل قليل كان وصل إلى حيث نقف وعلى مقربة كبيرة جدا نستمع في هذه الأثناء إلى أصوات انفجارات على الحدود الشرقية من قطاع غزة ولكن أيضا نلحظ بأن الجيش لا زال يدفع بمزيد من قواته وآلياته باتجاه المناطق الحدودية المتاخمة لحدود قطاع غزة هناك لربما موجة ضغط كبيرة جدا وأيضا الجيش لازال ينتظر بشكل واضح عملية لربما تدخل كبير حسب ما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هداي زلبمان قال خلال محادثة مع الصحفيين صبيحة هذا اليوم بأن الجيش وافق على عدد من الخطط لتحرك بري عسكري ضد قطاع غزة لكن لم تتم الموافق عليها بعد المتحدث قال بأن القوات الجوية دمرت معظم خطوط إنتاج القدرة الصاروخية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وقال بأن الجيش الإسرائيلي بدأ الليلة الماضية بمهاجمة أهداف جديدة أي بمعنى أن إسرائيل تملك بنك أهداف وتقوم باستخدامها والقصف الأخير الذي استهدف أيضا بنكين تقول إسرائيل بأن حماس تستخدم فيها أموال لتمويل نشاطاتها قال الجيش أيضا بأن الأهداف التي تم مهاجمته هي مؤسسات حكومية في قطاع غزة مثل البنوك ومقر الأمن الداخلي أيضا هذا الناطق قال بأن حماس فوجئت بكثافة هجوم الجيش الإسرائيلي وأنها تعمل على الترويج لوقف إطلاق النار وتابع بأن إنجازات القصف ظهرت الليلة الماضية من خلال التدمير الواسع الذي شعر به سكان قطاع غزة من حجم الدمار الهائل الذي طال البنات السكنية وقال بأن الهجمات ستستمر وعدد الأهداف التي تم قصفها ومهاجمته على قطاع غزة أكثر من 650 هدف بمعنى أكثر من 650 غارة شنتها الطيران الحربي الإسرائيلي أو أيضا المدفعية الإسرائيلية والزوارق الحربية الجيش قال أيضا أن القوات ستواصل جميع الخطط ضد خطاع غزة لما يقتضيه من الضرورة حيث قام بتعزيزات واستقدام آليات لوضعها في حالة التاهب لحدوث أي طار الجيش بعدما رفع التوصية بربما استعداده للاجتياح البري لمناطق متاخمة ومناطق حدودية لقطاع غزة حتى الآن لم يتلقى الموافقة وربما لن يتلقى موافقة بالدخول إلى قطاع غزة بشكل بري لأنه كما ذكرت سابقا الخسائر ستكون كبيرة وستكون بالجملة خسائر الجيش الإسرائيلي لأنها تدرك ما حصل مع قائد وحدة جولاني عندما تم قتل عدد من الجنود الإسرائيليين على رأسهم أيضا أصيب قائد وحدة جولاني غسان عليان الذي هو الآن يشغل منصق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية بعدما تم تعيينه في هذا المنصب بطبيعة الحال الأمور حتى الآن هي أمور متوترة في منطقة الجنوب ومن مناطق الحدودية ونحن نتحدث عن تحركات مستمرة من قبل الآليات والمدفعية وناقلات الجنة التي تعزز بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر